كيف تعرف سبب الأنيميا من تحليل صورة الدم الكاملة زي ما وضحنا في الفيديو السابق ان الانخفاض فيه التلات معشرات الخاصة بالأنيميا او اي واحد منهم اللي هما عدد الخلايا الحمرة ونسبة الهيموجلوبين وحجم الخلايا الكل بالنسبة الى حجم الدم بعد ما بتكتشف ان الأنيميا موجودة لا بد من معرفة سبب الأنيميا حتى نعرف كيف نعالجها علشان كده بنقوم بفحص باقي معشرات الخلايا الحمرة اللي هما الاربع معشرات الموجودين قدامنا دول وبنركز أكتر على عنصرين فقط الأول هو متوسط حجم الخلية الحمرة الثاني هو متوسط تركيز الهيموجلوبين في الخلية الحمرة وزي ما شفنا في الأرقام اللي فوق لو اتغيرت عن المستوى الطبيعي بيقوم الجهاز بكتبتها بلون مختلف اللي هو اللون الأحمر كمان الجهاز بيكتب جنبها حرف الال لو منخفضة او حرف الاتش لو عالي عن المستوى الطبيعي بعد ما بنقار النتائج العنصرين بالمستوى الطبيعي بنربط ما بينهم بمعنى أن كل سبب للأنيميا بيغير العنصرين بطريقة مختلفة الاحتمال الأول بنلاقي زيادة متوسط حجم الخلية الحمرة ونقص فيه متوسط تركيز الهيموجلوب في الحالة دي سبب الأنيميا بيكون النزيف الحاد بكميات كبيرة من الدم أو تكسير خلايا الدم الحمرة داخل الجسم الاحتمال الثاني بيكون فيه زيادة فيه متوسط حجم الخلية ولكن متوسط تركيز الهيموجلوب بيبقى ثابت ما بيتغيرش في الحالة دي بيكون سبب الأنيميا نقص فيه فيتامين بي 12 أو نقص فيه حمد الفولي الاحتمال الثالث بنلاقي العنصرين الاثنين اللي هو متوسط حجم الخلية ومتوسط تركيز الهيموجلوب ما بيتغيروش عن المستوى الطبيعي في الحالة دي بيكون سبب الأنيميا رقم واحد للتهابات المزمنة داخل الجسم رقم اثنين امراض الكولة المزمنة واللي بتأدي لنعص الهرمون المحفز لتخليل خلايا الحمرة الجديدة والهرمون ده بتصنع فيه الكلية عشان كده ما بيحصل تدمير للكلية بيقل الإفرازه رقم ثلاثة وهو تكسير النخايا العزمي المسؤول عن تصنيع خلايا الدم لأن النخايا العزمي هو المصنع اللي بيصنع الخلايا الحمرة الاحتمال الرابع والاخير هو ان العنصرين بيقلوا عن المستوى الطبيعي وبنلاقي مكتوب جنب النتائج حرف القل وبيكون سبب الأنيميا هنا نقص الحديد داخل الجسم وده نوع مميز جدا لانه الوحيد اللي بيقلل العنصرين مع بعض وده شكل مجمع لكل الاحتمالات لسبب حدوث الأنيميا بتقدر تتعرف عليه من تحليل صورة الدم ولكن لازم تعرف ان فيه اختبارات اخرى لابد من اجراءها لتأكيد وجود الأسباب اللي احنا قلنا عليها دي مثلا لو انت شكيت ان الأنيميا نتيجة لنقص الحديد يبقى في الحالة دي لازم يتم اياس مستوى ومؤشرات الحديد في الدم